أعلنت وزارة الصحة والسكان فحصة سبعة ملايين واربعمائة وستة وثمانين ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية ودلوقتي معينا على التليفون دكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكفحة العدوى والجودة الشاملة صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندم صباح الخير صباح الخير يكون سعيدين صباح النور الحقيقة من الوقت اللي تولى في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وهو دايما مهتم بصحة المواطنين وعمل كتير قوي من المبادرات اللي تخص صحة المواطن وإحنا النهاردة بنتكلم عن صحة الأطفال وهم لسه في مرحلة النشأ محتاجين نتكلم أكتر عن هذه المبادرة والله حضرك زي ما تفضلت طبعا كل قلتي حضرك ده صحيح انه السيد الرئيس منذ تولية المسئولية وهو يولي القطاع الصحة وملف الصحة اهتمام غير عادي يعني بحكم انه الصحة يعني جزء اساسي اه يعني ومهم بالنسبة للمجتمعات يعني وطبعا زي ما حضرك عرفه انه كانت فيه مبادرات كتيرة اه بداية من مبادرة 100 مليون صحة والتي اندرجت تحتها يعني تحتها مبادرات كثيرة اه يعني مثلا زي طبعا فيما يخص السيدات مبادرة الكشف مبكر عن سرطان السادي ومبادرات زي الامراض السارية الضغط والسكر والسمنة اه طبعا ومن ضمن هذه المبادرات كانت مبادرة الكشف المبكر اه لطلاب المدارس وخصوصا طلاب المرحلة الابتدائية تحديدا اه للكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم طبعا اه يعني السؤال طب ليه المرحلة الابتدائية لانه طبعا اه زي ما انت عارف حضرتك انه اه اه الامراض دي بترتبط بانصر هرموني وهو هرموني النموي يعني فعلاج المشكلة دي بيكون اه يعني بيجيب نتيجة اكتر في طلاب المرحلة الابتدائية اه من ناحية العلاج بهرموني النمو والتغلب على مشاكل التقزم طبعا بالنسبة للمبادرة دي زي ما عليك تفضلتي اه من العام الجاري منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تم فحص اه قرابة سبعة مليون وربعمية ستة وتمانين الف طالب اه في اه تلاتين الف مدرسة خاصة وحكومية اه طبعا الفحص ده بيتم من خلال فرق طبية متدربة اه كل الفرق دي بتشمل ثلاثة عناصر مهمين اه بتشمل على اه عنصر تمريض وفني معمل واداري او مدخل بيانات بلغ عدد الفرق دي تقريبا في حدود الفين وربعمية فريق طبي طبعا اللي بيتولى الحملة دي من الاساس هو هيئة التأمين الصحي بحكم ان الطالب يعني منذ ولادته يعني منذ بداية الولادة حتى اتمام العام التعليم الاساسي بيخضع لمنظوم التأمين الصحي فالمبادرة دي بالكامل نفذتها اه هيئة التأمين الصحي اه طبعا بيبقى بعد الكشف اه فيه حاجة بيسمى اه اه كروت متابعة في حال الظهور مشكلة اه تتعلق بي اه 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 الانيميا يعني لو مثلا سي انه لقوا نسبة الهومبلوغين طبعا انت عارف حضرك الانيميا يعني نسبة الهومبلوغين بتقريبا وده طبعا بيأثر على اه 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 التركيز اه بالنسبة للطالب او التحصيل الدراسي فبيبقى فيه كروت متابعة بحيث انه الطالب بيتلقى العلاج باستمرار بالضبط لحين انه يعني نسبة الهومبلوغين تصل للمعدل الطبيعي دكتور اتحياتي لحضرتك فضع انا 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 سبعا لفين ازماركي سبعا لفين دلوقت انا بسأل دلوقتي في حالة ان اكتشفنا ان فيه اصابة لطفل او طفلة وخلاص يعني العلاج بيكون ازاي وهل العلاج ده بيكون على يعني فيه جزء من العلاج الطفلة او الاسرة بتتحمله ولا العلاج بالكامل بيكون على تكلفة الدولة وخصوصا الموضوع ممكن ياخد وقت طويل يعني بالضبط هو صحيح كويس هو العلاج بالمجان تماما تماما الطالب لا يتحمل اي شيء فيه او الاسرة يعني تماما زي ما حضرتك تفضلت هو بيكون فيه حاجة اسمها كارت المتابعة لما بيتم اكتشاف انه هو فعلا مصاب ومحتاج يعني علاج لفترة معينة يعني طبعا هي مش بتوب يعني بتوبها مثلا فترة في حدود من ثلاثة لفتة شهور بس علاج مكسف بحيث انه ده ده في حالة الانيميا يعني لكن طبعا بالنسبة لي مشاكل زي التقزم بتوبها فعلا بتاخد فترات طويلة لانه هو بيبقى محتاج حاجة اسمها هرمون النمو طبعا بيتاخد ربعات لفترات طويلة والمناسبة يعني تكلفته يعني غالية لكن التكلفة دي بتكون على جانب الدولة بالكامل يعني الطالب او الاسرة ما بتتكلفش اي شيء من هذا القبيل يمكن دكتور المبادرة يعني بصراحة ودي مش المبادرة الاولى ولا الاخيرة نعارف يعني وفي مبادرات عملاقة كمان فيروسي دي تعتبر هرم من اهرمات مصر يعني ولكن بسأل حضرتك اتمنى ان يكون في توعية كمان من الاهل يعني دور وزارة الصحة طبعا الموضوع في مجهود كبير جدا على اصحاب البلد والابيض كمان تكلفة مادية كبيرة جدا ولكن انا بناشد الاهل والأسر يعني بتلاقي دلوقتي في حاجة من اتنين يا دكتور اما طفل ضعيف جدا مش بيأكل كويس اما طفل بيأكل كتير جدا فبيبقى سمين والأسرة مش بتاخد بالها لهذا ولا تلك تعليق يا دكتور والله ده كلام ممتاز جدا وكلام علمي جدا طبعا حضرتك الامراض اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني في الاساس بتوبها ثقافة اسرة يعني مثلا حاجة زي السمنة بالمناسبة السمنة دي مش معنى انه الطالب انه بيأكل مثلا اكل صحي ده ربما يكون ناتج عن انه هو مركز على حاجات جانكي فود او الاكلات السريعة بالاضافة الى التركيز على نوع معين او نشويات اكتر من اي حاجة تانية يا دكتور انا عاوز اتكلم مع حضرتك في نقطة ان الاهالي في السن الصغير لاطفالهم بيقولوا انه هو طفل فمحتاج يتغزة كتير او محتاج يأكل كتير عشان يبني جسمه بس هو للأسف مش معنى التغذير كتير انا عايز توازن في الوجبات الغذائية مش تركيز على نوع معين من الاكل دون الاخر يعني انا عايز ان الاسرة طبعا هي وزارة الصحة عاملة ندبات تصريفية في هذا المجال يعني هي بتجيب اولياء الامور وبتجيب الطلبة وبتعمل لهم توعية صحية لكن انا بالنسبة حاجة زي التغذية التغذية دي مش لازم يبقى فيه حاجة اسمها عنصر تكاملي في الوجبات الغذائية يعني الوجبات الغذائية لازم تحتوي على كاربوهايدريت تحتوي على بروتين تحتوي على فيتامين ورقيات وحاجات كده الغريبة دكتور في الموضوع ان انا بستغرب من حاجة ان الاقي دايما الاهل بيقدموا عفوا يعني بيقدموا السم لولادهم ولما بيروح يكشفوا الاقي مثلا الام بتتفاجئ معقولة عنده سمنا يعني حاجة مش اخدى بالك حاجة مش عارفة ان كل ده يعني موجود قدام حضرتك بقاله سنين بالضبط هي دي للأسف انه هم بالرغم انه ساعات بيقبوا برضو فيه يعني احنا مش بنتكلم على أسر كلها يعني تجهة للنظام الغذائي لكن فيه أسر عارفة بالمخاطر الغذائية لبعض الأغذية والمشروبات وخصوصا المياه الغذية وتفاجئ انه بعد كده انه ساعات بيحصل لو كان الأسرة فيها تاريخ مرضي لما حاجة زي مرض السكر مثلا تلاقي انه بيحصل إصابة للطفل هو بمرض السكر بسبب السمنة دي وبيخش في قصة بقى انسولين وحاجات من هذا القبيل يعني المفروض انه التوعية الجيدة تبدأ من الأسرة لانه برضو في الأول وآخر ده طفل ومرحلة ابتدائية فهو مش عارف يعني مصلحته بالنسبة للأكل فين لكن الأسرة هي اللي بيبع عليها العنصر الأهم ازاي تعمل وقبة غذائية متكاملة من ناحية كل العناصر الغذائية سواء فيتامينز كاربوهايدريتز بروتين وده طبعا ده هيجنبه من مخاطر الإصابة بالسمنة هيخلي تحصيل الدراسي أحسن هيخلي يعني فيه يعني نوع من أنه يبقى يعني بنيانه كويس لكن حتة أنه أنه أنا سيب الأكل أو على هوا الطالب دي أو التلميذ فدي مشكلة كبيرة لأنه طبعا زي ما أنت عارف حضرك أنه الطلبة أو التلميذ يتميل إلى الحاجات اللي فيها سكريات أكثر اللي فيها بيفريج أكثر يعني طعم مثلا زي الشبسي زي مش عارفين الحاجات دي ودي من أخطر الحاجات اللي ممكن الطالب يعني ومش مدرك بيها لأنه طبعا فيها عناصر بيتوبها كالسفينوجينيك حاجة مصببات سرطان سرطانية يعني بتدخنها في مشاكل كتيرة جدا فالتوعية بالنسبة للأسرة لازم الأسرة هي اللي تاخد بالها من النقاط دي حتى وبفرض أنه يعني بالضغط على التلميذ أنه هو لا دا مش في مصلحتك يبقى ما ينفعش أنك أنت تيجي جنبه يعني هي دي النقطة الأساسية لكن ما تسيبش التلميذ أو الطالب هو اللي يختار غذاءه بنفسه صحيح دكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشملة كنت معنا عبر الهاتف بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا